للإطلاع أكثر على آخر التطورات ينضم إلينا مباشرة من حلب مراسل الإخبارية السورية هناك أناس رمضان أناس إذن قفلة من المساعدات الغذائية والطبية وصلت اليوم إلى مدينة حلب كيف تم توزيعها وتحديدا النقاط الطبية والمشافي التوزيع باتجاه كل المدنيين سواء المتواجدين داخل منطقة جبرين المخصصة لأهالي حلب القادمين من الأحياء الواقعة شرق المدينة إضافة أيضا إلى الأحياء الواقعة شرق المدينة والتي دخلت إليها الخدمات وعادت بطبيعة الحل وعاد المدنيون إليها لسيما تحديدا منطقة مساكن هنانو وأيضا المناطق الأخرى كل تلك المناطق أيضا تم توزيع فيها هذه المواد الغذائية وتخصيص في كل منطقة تم تخصيص مشافي ميدانية ونقاط طبية لتقديم كل الخدمات الطبية لأبناء مدينة حلب وعن الوضع الميداني انتصارات اليوم أناس ما هي آخر التطورات حتى هذه اللحظة في كل دقيقة في هذه الأثناء التي تعيشها جبهات حلب هناك تغير لخطوط التماس وهناك تغير لخطوط الاشتباكات والمعارك الجيش العربي السوري يتقدم بشكل متسارع كرم القاطرج وكرم الطحان وكرم الميسر إضافة أيضا إلى مشفى العيون ووصولا إلى حاوض باب النيرب هي النقاط التي أحكمت قوات الجيش العربي السوري كامل سيطرتها عليها بعد معارك عنيفة خططها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة الجيش الذي بدأ تقدمهم من الحلوانية والصاخور وطريق الباب استخدم ذات الاستراتيجية التي دخل بها القسم الشمالي من الأحياء الشرقية وهي أحداث جيوب داخل سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة ما يعني قطع الإمداد بين هذه المناطق وهذا ما حدث عندما قطع الجيش طريق الإمداد من الشعار إلى تلك الكرم التي سيطر عليها ما سهل عملية القدم والجيش في هذه الأثناء يعزر كل الإرهابيين المتواجدين داخل حي الشعار من ثلاث اتجاهات ويبقى اتجاه واحد لهروب المجموعات الإرهابية المسلحة يمكن القول بأن الجيش العربي السوري يسعى إلى إحكام السيطرة ليس فقط على الأحياء الواقعة في الوسط الشرقي إن صح التعبير بل الجيش بغت المجموعات الإرهابية المسلحة وشن عمليات عسكرية واقتصر المراحل إذا ما تحدثنا عن المرحلة العسكرية وهي التوجه نحو الأحياء الواقعة شرق المدينة والأحياء الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية إذا ما عدنا إلى النقاط التي سيطرت عليها قوات الجيش العربي السوري هذا يعني بأن الجيش بات قريب بطبيعة الحال من المدينة القديمة وهذه المدينة القديمة يمكن القول بأن أجزاء واسعة تحت سيطرة الجيش وهناك أجزاء خاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة وهي أهداف قريبة للقوات البرية ودعيني أؤكد هنا على الدور البارز لمقاتلات الجوء السورية وسلاح الصواريخ في التمهيد الناري للتقدم البري للجيش شكرا جزيلا لك أناس رمضان مراسل الإخبارية السورية كنت معنا من حلب شكرا جزيلا لك